السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فام كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن وأن يزعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم اللهم أمين أستعين بالله على تفسير بعض الآيات من صورة الأنعام مطلعها قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الآيات قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا المعنى والله أعلم واذكر يا رسول الله واذكر يا أهل الإيمان يوم يحشرهم جميعا يوم يحشر الله الخلق جميعا إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم كبيرهم وصغيرهم ويوم يحشرهم جميعا يحشر الجن والإنس يحشر الخلق كلهم ويوم يحشرهم جميعا الحشر الجمه كما لا يخطى عليكم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول لهم يا معشر الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أغويتم كثيرا من الإنس وأضللتم كثيرا من الإنس قد استكثرتم من الإنس أي قد استكثرتم من أخذ إنس كثيرين إلى ضلالتكم وإلى كفركم قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء أمنا الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا هكذا قال أولياء أمنا الإنس أولياء الشياطين أولياء الجن قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض ما صورة استمتاع الإنسي بالجني صورة الاستمتاع استمتاع الإنسي بالجني أن الجني قد يخبر بعض الأشياء التي سرقت ليس غيبا الغيب يعلمه الله يقبر بعض الأنباء التي يختطفها يسترق السمع كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجن حتى خضعانا لقوله فيسأل أهل كل سماء التي تليها ماذا قال ربكم يقولون الحق وهو العلي الكبير فإلى أن يصل الأمر إلى السماء الدنيا فتحدث أهل السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله وهناك مسترق السمع من الجن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا يتصنطون على أهل على الملائكة الذين يتحدثون في السماء الدنيا فتصنطون يسترقون السمع يستمعون يسمعون يسمعون الملائكة يتكلموا بالكلمة فيخطفونها وبسرعة يلقون على فم الكهن أو الساحر لكن من يفعل ذلك منهم الغالب يحترقون قبل أن يلقوا الكلمة على فم الساحر إن سلم منهم واحد من الاحتراق لأمر يريده الله قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر لكن يحترق أيضا قالت الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي نجلس من السماء مقاعد نستمع فيها إلى كلمك فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وقال تعالى في كتابه الكريم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقال تعالى دحورا ولهم عذاب واصب فالذي كان منتشرا قبل ما بعث النبي كسرة استماع الجني للملائكة ويخطف الخطفات ويلقيها على فم الكهان بعد أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء فأي جني يستمع يجد له شهابا يحرقه سواء ألقى الكلمة أو لم يلقيها فإذا كان سمع كلمة وألقاها على فم الكاهن يكذب الكاهن معه مئة كذبة فإن قال فإن قالوا له كذبت قال ألم أخبركم يوم كذا وكذا إنه سيحدث كذا وكذا فيصدق باديه الكلمة التي قالها قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتوا من الإنس وقال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يدل على شيء مثلا مفقود يدل على كلمة من الاستراق الذي سرقه يساعده في الشعوزات والسحر للتفريق بين المرء وزوجه يهيي له تهيئات يساعده على سحره وعلى شعوزته وكل ذلك كما لا يخفى لا يضر إلا بإذن الله أما استمتاع الجني بالإنسي فالإنسي يعظمه وقد يزجد له يزجد له الإنسي ويعظمه الإنسي يعظم الجن وألجأ إليه ويتعوذ به كما كان أحدهم في البرية إذا خرج في مكان قفر موحش يقول أعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن من أن يصيبني شيء فالجن يتعظم بسبب ذلك هناك صور من استمتاع الجني بالإنسي وصور من استمتاع الإنسي بالجني وأل هناك تزاوج بين الجن والإنس لم يرد أبدا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن صحبيا تزوج جنية أو أن إنسية تزوجت بجني ما ورد هذا الشيء أبدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعض أهل العلم بما لا طائل تحت بما لا ليس من ورائه كبير نفع فأفرضوا أبوابا طويلة في هذا الصدد واستدل بعضهم بقول الله تعالى لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان فقال هذا دل على جواز مثل ما ذكر لكن الحال العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبدا أن إنسيا تزوج بجنية وما يذكر عن أن بالقيس أو كما يقولون عنها ملكة سبأ أن أباها كان من الجن أمها من الجن أن أباها من الجن وأمها من الإنس كل هذا كلام باطل لا مستند له قال تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياء أم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا في هذه الآية الكريمة الدليل على أننا لا نستعين بالجن أبدا مع قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا فهذه الآية الأخيرة مع قول الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم تفيد أنه لا يستمتع بالجني أبدا وأقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي قال لفأتني عدو الله إبليس بشهاب أتى عدو الله إبليس بشهاب من نار كي يقزفه في وجهي فقلت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا ثم إن الله مكنني منه فدعته خنقته خنقا شديدا ورددته إلى العمود من عمية المسجد والله لو لأني تذرت لو لأني ذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح موثقا في سرية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة شد أن النبي عليه الصلاة ترك ربطه في المسجد لأن سليمان عليه السلام هو الذي صلت على الجن يعني من ملوك من الأنبياء الملوك الذي صلت على الجن فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد سخر الله له الشياطين كل بناء وغواص أعوذ قائلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب ولم يستعن في حروبه بجني يقاتل معه مع كثرة الجن المؤمنين به فكان هناك جن أمن بالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قل احيى إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عزبا يهدي إلى الرجل فأمنا به وكما قال سبحانه وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قمين منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صديقا لما بين يدي يادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله وأمنوا به فهناك جن آمنوا بالرسول ومع ذلك لم يستعن بيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه وفقدت من النبي أشياء كقلادة عائشة يوم النجول آية التيمم ما استعان بجنين يبحث عنها حارب في بدر وفي عحد وفي حنين وفي غيرها ما استعان بجنين يحارب معه حفر الخندق مع أصحابه ولم يستعن بجني يحفر معه كذلك كما أستفت فقدت قلادة عائشة ما بحث عن جني يبحث ما استعان بجنين يبحث معه كذلك سحر النبي شهرا ما أتى بجنين ولا بسحر يفق له السحر بل دعا ودعا ودعا شهرا كاملا وما استعان بجني فعليه الذين يوالجون المرضى ويقولوا معنا جن مؤمن يساعدنا كل هؤلاء دجاجلة ولم يسلقوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسلك أصحابه قال تعالى يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغني أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم النار مثواكم قالوا بلغني أجلنا الذي أجلت لنا قيل الأجال إلى الوفاء أجلهم إلى الوفاء وقيل أجلهم إلى انقضاء الدنيا برمتها والأول وأولى والله أعلم قال النار مثواكم أي مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الاستثناء هنا خالدين فيها إلا ما شاء الله هل هذه الآية الكريمة تفيد أنهم يخرجون من النار شاء الله وبيّن في كتابه الكريم أن أهل الكفر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بل قال كلما نضي جلدهم بدلناهم جلدا غيرها فقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله قيل فيها أقوال قال إنها إنها الذين أزنبوا بجهل منهم وهذا وجه والعذر بالجهل قائم وقيل عزبوا على قدر معصيم ما لم تصل إلى الشرك أما إذا وصلت إلى الشرك فالنار دار خلود لهم وقيل خالدين فيها إلا ما شاء الله أي إلى انقضاء آجلهم هذه بعض الأقوال ولكن الثوابت القواطع التي نقطع بها أن الكفر يخلد أهله في النار وأن غير الكفر فرب العزة قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبعدة الدفع الإشكلات إذا رضدنا المتشابهات إلى المحكمات فالمحكمات دالة على أن الشرك بالله لا يغفر قال تعالى قال دين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم حكيم فيما يسرع حكيم فيما يصنع عليم بالأباد عليم بمن يستحق العقاب عليم بمن يستحق العفو عنه ثم قال تعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا نجعل الظَّالِمِينَ أَوْلِيَاءً لِبَعْضِهِمْ نجعل الظَّالِمِينَ يُصَادِقُونَ بَعْضُهُمْ نجعل الظالمين أنصارا لبعضهم ولن يستطيعوا نصرا من دون الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نجعلهم أولياء لبعض بما كانوا يكسبون فتصل الظالم على الظالم ليكون وليا له وهذا ليس بمسعد ليس بمسعد لك أن تتولى أهل الظلم فإن ربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فلا تسعد أنك صاحبت ظالما لا تسعد أنك صاحبت شخصا ظالما لا تسعد بذلك أبدا يا عبد الله لا تسعد تقول أن أعرف فلان فلان وظالم كبير لا تسعد بذلك فإن هذا قد يكون عذابا عليك فرب الأزة قال ما قد سمعتموه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال والذين كفروا بعض أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ثم أن الله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم هذا يوم القيامة يقصون عليكم آياتي وإنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أي شهدنا على أنفسنا أننا قد جاءتنا رسل قد جاءتنا رسل وغرتهم الحياة الدنيا الآيات فيها من الفويد ما يقول أولا هل من الجن رسل؟ هل من الجن رسل؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء فقال بعضهم من الجن رسل إليهم كما أن من الإنس رسل إليهم وقالوا أعني هذا الفريق إلا أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت عامة للجن والإنس لقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فمن العلماء من قال إن الجن منهم رسل إلا أن رسالة النبي محمد عامة فشاهدوا ألم يأتكم رسل منكم؟ وقال فريق من أهل العلم ليس من الجن رسل ليس من الجن رسل ليس من الجن رسل واستدلوا بقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم لكن الأولون أجابوا على ذلك بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فأطلق عليهم رجال من الجن أيضا والمسألة ذات شجون وأجاب الذين قالوا ليس من الجن رسل على هذه الآية الكريمة ألم يأتيكم رسل منكم؟ قالوا هذا تغليب كما قال تعالى هكذا قالوا يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وزعموا أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المياه المالحة فأطلقت على العزب تغليبا كذا زعموا فالله أعلم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ ويؤيد القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا استدل بها على العزر بالجاهل أن الجاهل الذي يفعل محرما معزورا بجاهل إلى أن يأتيه رسول وهذه المسألة طال الأدلة فيها كثيرة جدا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير وهنا وينذرينكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أي قد جاءتنا الرسل وقصوا علينا أمرك وغرتهم الحياة الدنيا شغلتهم الدنيا بزخاريفها عن طاعة الله وطاعة المرسلين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قال بعض العلماء الظلم هنا الشرك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بشرك ارتكبوه وأهلها غافلون بل يرسل إليهم رسلا كما سمعتم رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وكما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا دهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليهم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بل يرسل لهم رسلا يحذرونهم ويذكرونهم والآن الأخرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وسأتي القول في معناها بتفصيل إن شاء الله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بل يرسل لهم رسولا يذكرهم قال تعالى ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا اختلف أو قال العلماء هناك تفاوتات في الإيمان وتفاوتات في الكفر فالإيمان درجات والكفر دركات أيضا الإيمان درجات والنعيم درجات والكفر والعذاب دركات أيضا قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني عن خلقه وما ذلك فوذو رحمة كما قال وربك ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسوء عن القوم المجرمين وهنا قال وربك الغني الغني عن خلقه ليس في حاجة إلى عبادة عبادته كما أفاده الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا وربك الغني ومع ذلك فوذو الرحمة ذو الرحمة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الرحمة أو أمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل واحدة للأرض فبما يترحم الخلق حتى إن الدبة لترفع حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة وقال عليه الصلاة لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع بجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد وربك الغني ذو الرحمة إن يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين قيل من ذرية قوم آخرين أي من صلب قوم آخرين هنا وقيل من ذرية قوم أخرجوا من صلب آدم عليه السلام فنحن من صلب إلى صلب من صلب إلى صلب كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين قوله تعالى ويستخلف من بعدكم ما يشاء كقوله تعالى إن يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وكما قالوا إن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثى لكم وبهذا القدر أجتزئ وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والشكر بعد شكر الله سبحانه فهو أهل لأن يحمد أهل لأن يشكر موصول لإخوان أصحاب هذه القناة وقناتهم وموصول للعملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وانتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته